بصي أنا هقول لك على حاجة أنا خلينا أنا في الحتة دي عشان يعني موضوع اللي أنت بتريده خليه ما علا ييجي قل لي يا كابتن موضوع استكاكيني دلوقتي هقول لك على موضوع المشت قل لي كابتن هاني مصطفى ربنا دي له الصحة ويشفيه طبعا المدرب بتاعنا طبعا في أجبال الأهلي 19 سنة وكان مساكنا منتخب الناشئين منتخب مصر الناشئين فالكابتن هاني كان عنده لازمة كده كان دايما بمعه مشت كده ياني صغير تعرف كانت وقتها كده كان بعض الناس بتشيل مشت كده مشاعره بس يهي شوية ولا حاجة في روح مسار بالتتصادف دي بقى دايما مع كابتن هاني مكون احنا مثلا نزلين يعني في معسكر ولا حاجة ونزلين بقى هنتمرن واللي ايه بقى يعمل دي اول ما نحس انه عمل دي يعني هيقعد بقى يتفرج علينا واحنا بنجري بقى يعني بقاش في الملعب بره هو فدي كان دايما مرتبطة معنا بالجاري يعني عايز اقولك ان احنا كنا وصلنا للمرحلة معنا واحنا بنتخب الناشئين فترة اعداد استعداد لكاس عالم كنا مقيمين في اتحاد الكورة كان وقتها فيه دور كده فيه اوض وبننزل فيها اه وبنتمره في مركز شباب الجزيرة اه كنا بنجري تراك الخيل بتاع نالي الجزيرة بس ست مرات وبارقام والله يا هاني طبعا حاجات يعني كانت صعبة جاءت تعرف مدى الصعوبة بتاعتها اتنين في اتنين حاجة طبعا مش ممكن حاجة كانت صعبة جدا كذلك اما كنا فيه معسكر كنا عاملين معسكر المنتخب في معسكر نادي الاهلي في مرسا متروح على الرمل بقى على الرمل بقى وخيم وبتاعه كان هو بقى حاجة بالنسبة له بقى تعرف الرمل والجاري والكلام ده فكان هو اول ما نشوف المشت ده طالع بس النهاردة ليلى بيضا نهاردة دينا هنجري فيها هنجري فيها ففي حاجات كثيرة يعني انا وعلاق وذكرات كثيرة ان شاء الله بإذن الله حابب نكون موجود ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله فارب وعز ان شاء الله فارب وعز ان شاء الله